الاجتماعي تناشد عائلة بالعزوب في برج بورديج الجهات الواصية لينقاذ ابنها إسلام البالغ من العمر 12 سنة والمصاب بمرض جلدي دون أن يتمكن الأطباء من تشخيص حالته هذا وسبق لولد إسلام أن اتصل بمستشفى فرنسي ورسل الملف لكن الأطباء طلبوا منه إحضار الطفل إسلامي لفرنسا من أجل تشخيص حالته لكن الفقر والحاجة يقفان عائقا أمام ورده التفاصيل مع عمر بكتايا من اللي ينزاده هو بهذا المرضى هذا جريت به تخلص بإطارات تخلص يعني ديته لكابين يعني بريفي ديته ولمكن ما قوله حتى حاجة يعني هنا كل واحد وشي يقول لي كل واحد وشي واحد يقول لي عنده مرض وراثي واحد يقول لي سرطان جلد واحد يقول لي يعني أنا أصلا ما زال ما حدوليش أي حاجة هنا يعني نطلب ما من الصلوتات يعني وخاصة نوزير صحة يعني ولو بالنظرها كذا يعني نشوفوا هذا الإنسان هذا الطفل هذا يعني مسكينة غايتألم وإحنا رانا نتألمه وزمر غادي وقرحني إطارني وقرحني أقل غرا مليح أقرحي يسترع عاونثي عاونثي أقرحني